شكراً 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 إنك بتتابعني شكراً 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 إنك بتدعمني شكراً 3,000 فتاة لو عايز تسأل طفلك ابنك أو بنتك بالإنجليش إذا كان عايز يأكل أو جعان أو لا هتقوله إيه My dear son يعني ابن العزيز أو my dear daughter يعني بنتي العزيزة Are you hungry? هو إنتي جعان أو إنتي جعان My dear son, my dear daughter, are you hungry? طب لو هو جعان هيقولك إيه Yes I am أو لو مش جعان يقولك No I'm not أما بقى لو إنتي عايز أو ابنك عايز يقولك إنه عايز سندويتش أو عايزك تعمله سندويتش فيقولك Please make some sandwiches Please make some sandwiches يعني أعمل لنا سندويتشات My dear daughter, my dear son, are you hungry? Are you hungry? Yes we are. Yes we are. Make some sandwiches. Make some sandwiches. anos كنت متناقش ألا وحد من الفانز في الفرق بين الكلمتين دول الكلمة الأولوانية دي معناها المقهى أو المكان اللي بتقضي عليها عشان تشرب القهوة والمكان التاني أو الكلمة التانية دي معناها القهوة نفسها لكن النطق بينهم مختلف تماماً الكلمة الأولوانية دي اسمها كافي الكلمة اللي تحت اسمها كافي 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 If you want to drink some coffee You can go to the cafe إذا كنت أريد أن ترمي بعض الكافي يمكنك أن تذهب إلى الكافي أوبس لا تذهب إلى الكافي هناك كورونا في كل مكان كورونا في اليوم كورونا في اليوم وحكبة اليوم هي عامل الناس كما تحبهم أن يعملوك كيف تقولها بالإنجليش؟ في المطالب أفضل تقول تحديد الناس كما تريد أن تحديد تحديد الناس كما تريد أن تحديد